أعلنت وزارة الزراعة عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في كل محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة وفي التقرير الذي قدمه الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطارية لوزير الزراعة السيد القصير أن خلال يومين من انطلاق الحملة تم تحصين أكتر من 385 ألف جرعة لمية وستة وتسعين ألف وخمسمية واربعة وتسعين رأس مأشية ضد مرض الحمى القلاعية ولتفاصيل أكتر هينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطارية صباح الخير عليك دكتور عبدالحكيم صباح الخير على حضرتك وعلى سنة المشاهدين وعلى مصر كلها ممكن في البداية تكلمنا عن الحملة وتفاصيل أكتر عنها والمستهدف منها حضرتك طبعا إحنا لو بنتكلم على الأمراض بنتكلم على مرض الحمى القلعية مرض الحمى القلعية ده مستوطن في أفريقيا في شمال أفريقيا في دول الشرق الأوسط وده مرض عبر للحدود وفي منه حوالي سبع أنواع مصر فيها ثلاث أنواع ولكن دول الجوار فيها أنواع أخرى إحنا نحصن الحيوانات علشان نحافظ عليها ونحافظ على مستوى الأكتام المناعية والمناعات اللي احنا كوناها من خلال الحمالات الصابقة وما تنزلش الحمد لله المرض سيطرة احنا بنتكلم دلوقتي بقالنا سنتين ثلاثة مسيطرين على الأمراض الحمى القلعية بكافة أنواعه وده يجي من خلال الحمالات التحصين المكثفة اللي احنا بنعملها كل أربع شهور طب بنعملها ليه كل أربع شهور لأن اللقاحات بتاعة الحمى القلعية بتدي مناعات لمدة أربع شهور احنا مش بنستنى لما المناعات اللي هو الحيوان تنزل ولكن بندخل بجرعة نشطية علشان نفضل محافظين على المستوانات المستوانات العالية بالحماية ضد هذا المرض احنا كنا عملنا حملة قومية في شهر اثنين وجه دلوقتي مع هذا الحملة القومية التانية بنعمل تلات حملات في السنة اللي احنا بنقول بها ان احنا يعني تعاون السادة المربين هو اللي بيساعدنا في عملية احتواء هذه الأمراض احنا الحمد لله المرض الثاني مرض الحمى للودي المتصدى منتشر في دول الجنوب وفي دول الغرب برضو احنا من خلال حملات التحصين ديت الحمد لله لم يرصد هذا المرض بأن دلوقتي الثلاث سنين البلاد اللي حوالينا بترقين من هذا المرض احنا الحمد لله المرض لم يرصد عندنا وده بيتي من خلال حملات التحصين والتحزين اللي احنا بنعمله بأن احنا بنمنع دخول الامراض لأن الامراض ديت عابرة للحدود يعني الحمد قلعياتي بتتنقل بالهوى حوالي 150 كيلو فضروري جدا ان احنا نعمل اكبر تحصين من خلال التحصين للحيوانات والحاجة التانية وفي الصعوبة التانية ان طبعا التربية المنزلية مفيش برامج ثبتة لها لتحصينه عشان كده احنا بنعمل لها برنامج بنحصن وبالفعل بدأنا زي ما حدك تفضلت يوم الثبت بان احنا بدأنا الحملة القومية بان احنا بنحصن في السبعة وعشرين محصن في كافة الكرة من خلال اللي جان متحركة من خلال اللي جان ثبتة من خلال الوحدات البيطرية الموجودة اللي بيها ان احنا نعمل اكبر تغطية احنا طبعا بناشر السادة للمربين على اهمية ان احنا نحافظ على المستوى اللي وصلنا له من المناعات واللي بيقدرنا نسيطر على الامراض دي الحمد لله وعدها بيعد المسم يعني انا 19-21-21 الحمد لله المرض طب دكتور عبدالحكيم لو ممكن تكلمنا على اكتر المحافظات اللي بتشهد الحملات دي شوف الحملات كلها بادية فيه وقت واحد فيه غرف عمليات موجودة في كافة المحافظات للمتابعة تم توفير اللقاحات وكل والسرنجات وادوات الحماية للاطباء والوقود والسيارات وتم التعبئة لان احنا نبدأ يوم السبت الحمد لله بدأنا طبعا تم توزيع اللقاحات بما يتناسب مع الاعداد اللي موجودة في كل محافظة كل ادارة بيضرية احنا عندنا دلوقتي طبعا ودلالأول مرة عندنا قاعدة بيانات حققية عن كافة الأنواع الحيوانات في كل قرية فيها حيوانات قد ايه؟ عندنا بيان بالأنواع والأعمار وانحنا نتكلم على الأبقار ايه الإناث ايه الزكور ايه العجول المستوردة العجول الخضيط العجول البلدية اعمار هذه الحيوانات احنا بالتالي عندنا وزعنا كافة مستنزمات التحصين طبقا للكسافات من تلك الحيوانات في المناطق المختلفة لـ 27 محاصر طيب دكتور عبدالحكيم حضرتك كنت اتكلمت ان الحمى الوادي المتصدع مش موجودة في مصر طب لو اتكلمنا عن الحمى القلعية هل فيه اي محافظات سجلت اي اصابات فيها والحمى القلعية طبعا انا عزيزة اقول للك الحاجة احنا السنة اللي فاتت في 2010 في شهر اكتوبر 2020 كانت ظهرت قترة متحورة من القترة القديمة ومن خلال المسوح والتقصي التقصي الناشط اللي احنا بنعمله احنا السنة اللي فاتت رحنا زورنا 4062 قارية عشان نشوف لو كانت اي نمتح عملية مسح لأي امراض وجدنا ان فيه بعض فيه حيوانات في كورسعيد كان فيها اصابة خدنا هذه المعزولات وتم الكاشف عليها اكتشفنا انها دي عترة متحورة وبالتالي عملنا لها لقاح مخصص لها واستخدمناه في الحملة القاومية الاولى اللي تمت في 2021 والحمد لله احنا سبقنا المرض قبل انتشاره بمن خلال التحصين والسيطرة عليه بان احنا عملنا له لقاح مخصص له فحتى السادة المربين كان يعني بيسألوا احنا ليه بنحصن بحون ايدي اللي احنا كلنا بنحصن بحقنا فيها ثلاث انواع اللي احنا معرفين في مصر وحصننا بحقنا لقاح وحادي ضد العترة الجديدة المتحورة اللي بيها ان احنا وبهذا يعني بهذا الاستراتيجية قدرنا ان احنا نسيطر على الحيطرة او ان احنا نحمل الحيوانات قبل انتشار هذه المعزولة ودي الاجراءات الاستباقية اللي بتاخذها وزارة الزراعة في حملات مخصصة بتنزل في المزارع طيب طبعا في حملات فان احنا بنحصن كافة الحيوانات ونروح مش بس التربية المنزلية ونروح كمان المزارع ومن خلال برضو ان احنا برضو بنوفر لهذه المزارع كافة اللقاحات احنا عندنا ارصيدة من اللقاحات قضينا لا يقل عن 6-7 شهور الهيال عمل خدمة موفرة انواع مختلفة من اللقاحات بجانب ان احنا طبعا عمدنا الارصيدة الكافية ان احنا بالنسبة للتعداد اللي عندنا ان احنا نغطي طيب الاستراتيجية المتبعة بشكل عام وبشكل دائم لحماية الثروة الحيوانية في مصر اللي ممكن تكلمنا عنها اكتر شوف حدرتك طبعا احنا احنا في امراض مستوطنة وفي امراض وفي امراض وفي امراض وبنشوف حليل المخاطر طبقية المناطق اللي ممكن يجيدي منها امراض اه بين الامراض الدول اللي حوالينا اللي بيها ان احنا كمان بناخد اجراءات احترازية واجراءات استباقية يعني احنا مثلا لما ظهر مرض حمال وضو المتصدع في السودان وتنقل الى جيبوتي وطلع الشمال الى ليبيا الترصد هذا والمتابعة بشكل الوحدات اللي موجود ان احنا نتابعة كافة الامراض على المستوى الخريطة العالمية كلها ايه الامراض ظهرت فيه وبناخذ اجراءات احترازية رقم واحد لو كان في دول جوار فبالتالي لازم محصن وابدأ بتحصين فيه المحافظات الحروضية المجورة اللي بيها انا اعمل زي خط دفع لملع لخول الامراض دي حاجة الحاجة التانية احنا بنستورد حيوانات وبنستورد منتجات اصلح حيواني بيراعى ان احنا نستورد هذه الحيوانات من بلدان خالية من الامراض اللي تمنا ومش بس كده والحيوانات دي بنفحصها عند وصول وبنحجورها الموتة مثلا توصل 40 يوم خلال 40 يوم بتقضع للفحص للصحة الحيوانية للفحص المعمال اللي تأكد من انها خالية كمان بنحصانها ضد الامراض قبل ما نسمح لها بالدخول الى البلاد كذلك برضو بنسبة المنتجات ذات اصل حيواني بنراعي ان احنا نستورد من بلدان خالية من الامراض وبرضو ما بنسمحش بدخول هذه المنتجات الى داخل البلاد الا بعد اخيرا دكتور عبدالحكيم لو ممكن تكلمنا عن بمناسبة قرب حلول عيد الاطحى يعني الاستعدادات والاجراءات من وزارة الزراعة ومن الهيئة المتبعة لضمان سرع مالية الذبح وكل الاشياء المتعلقة بعيد الاطحى المبارك اولا كل سنة حضرتك وكل سنة مشاهدين وكل مصر بخير بمناسبة 30 يونيا وبناسبة قدوم عيد الاطحى المبارك نتيجة ان فيه طلب بيزيد وفيه معروض بيزيد من الحيوانات الاضاحة كذلك المنتجات تأصد حيوانية تكلم على اللحوم فده بيخلينا ان احنا بنركز او بنكسر الحملات التفتيشية على الشوادر وعلى المزارع وكذلك منافس بيع هذه الحيوانات وبرضو منافس بيع وتصنيع وتصنيع ومنافس بيع المنتجات الحيوانية اللحوم بنمنع الأجازات والرحاط وبنكسف الأعداد لتطبق البيطاريين بنوفر الأختام والمواد الملولة للمستخدمة في المجازل كذلك عمال الصيانة اللي بيها ان احنا يعني نفحص هذه الحيوانات ونفحص هذه المنتجات ده بيتم طبعا بيخد يعني من خلال برنامج يعني احنا بنتابعه قبلها بشهر يعني احنا ادارات المتصفة بالمجازة الصح العام والمجازة بدأت الاستهداد الجدي من خلال انها بتوفر هذه المواد وهذه القوى البشرية وتغطية كافة المحافظات القرى اللي بيها ان احنا نحافظ على صحة الانسان من خلال الرقابة على الحيوانات والمنتجات تم فيها نصايح انت ممكن تديها للمواطن للتمييز بين الاضحية المريضة من السليمة شوف طبعا هو اولا يعني ايه يجيب اولا بنشتريه بالمصدر مفوقتني لو يجيبش مثلا من باقي جاء ماشي مجيب من مصدر سابت مصدر معروف رقم واحد رقم اثنين طبعا الحيوان نفسه الحيوان اللي هو النشط الحيوان اللي هو رافع رأسه يعني بتبقى لمعة ان كان الصوف كان خروفي بالصوف بتاعه يعني هذا منصحي ما هو مثلا يعني 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 زيقول مثلا تعرف العلامات الصحية مثلا ما فيش عرج ما فيش الصوف شكله 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 يلمع شكله شكله جيد الحيوان مقبل على الأكل وعلى الشرط دي كلها علامات طبعا مهمة ما فيش فرزات بيبص على نطلات الليها ما فيش السهلات على الرجلين أو على الليها من تحت طبعا بعض بيفحص ما فيش هزال بيكون مثلا الحيوان مكتنس باللحم بيكون لها يعني النقاط اللي بنقول لها بنصد بها المشتريين يعني الاجتماعي أن لازم أتبعد عن الناس ارتداء القمامات والغسيل الأيدي وبصفة مستمرة طبعا دي إجراءات كلها ضرورية مش بس عند أن أنا رح أشتري أو ضحي أو أشتري الحوم ولكن حتى بتسوق وفي أي مكان شيء طبعا ضروري للحفاظ على صحة الإنسانية شكرا جزيلا لك دكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصباح الخير عليك